التعليم التعليمي وتطوير المناهج الدراسية كما أن الارتقاء بالمنظومة التعليمية سواء التعليم قبل الجامعي أو الجامعي ورفع كفاة أداء المعلمين يعدان أحد المستهدفات المحورية خلال الفترة المستقبلية وهو ما يستلزم التخابع عدد من المسارات ومنها متابعة تنفيذ الخطة الستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024-2029 والعمل على تحقيق مستهدفاتها وتشمل تلك المستهدفات الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات بالإضافة إلى تحقيق الجودة والتميز في التعليم وعفقا للمعايير العالمية والاستدامة والتعلم مدى الحياة مع إعطاء أولوية لكل من ذوي الهمم والموهوبين والنابغين فضلا عن إعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق النائية بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الفصول لخفض كثافتها وخاصة في المدارس الحكومية برنامج الحكومة يستهدف كذلك تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المنظومة التعليمية بالإضافة إلى وضع مستهدفات واضحة لرقمنة المنظومة التعليمية بما يسهم في مواكبة المدارس للتحول الرقمي وتصميم مباني مدرسية ذكية مرنة ومتعددة الأغراض ويستكمل برنامج عمل الحكومة بهدى التوسع في إنشاء المدارس الرسمية والدولية على مستوى الجمهورية بما يشمل التوسع في إقامة مدارس المتفوقين والنيل واليابانية ما يسهم في توفير تعليم متميز لشريحة متوسط الدخل بأسعار مناسبة وتحسين مستوى الخرجين فضلا عن التوسع في تطبيق تجربة مدارس سيستيم باعتبارها إحدى التجارب النجاحة التي تسهم في تعزيز الابتقار والإبداع في العملية التعليمية ويأتي ذلك من خلال التكامل بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا وأيضا العمل على تعظيم الاستفادة من شرقاء مصر في التنمية والأطراف ذات الصلة للمساهمة في إنشاء المدارس وزيادة عدد الفصول وتطوير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية